نائب وزير الخارجية السعودية تطورته التاسعة عشرياتي في ظل أحداث مدوية تعصف بالمنطقة لسيما ما يحدث من تطورات في قطاع غزة لطالما حضي الحوار المنامة بهمية إقليمية بحكم تمكينه للحوار الذي يسلط الدوء على أبرز تحديات الأمن الإقليمي ويشجع إيجاد الحلول المستدامة لها لأن عنوان هذه الجلسة الحرب الدبلوماسية وخفض التصعيد تأثير مناسب لمجريات الأحداث وكذلك الاتجاه الذي يجب أن تسلكه حيث تنعقد هذه الدورة من حوار المنامة في ظل أحداث مدوية تعصف بالمنطقة نقف شهودا أمام جرائم بشعة تنتهك مبادئ وأعراف النظام الدولي واعدداءات عسكرية شعواء تخلف الآلاف من الضحايا وحرب لن يجني ثمارها أحد ولن تسلم المنطقة من واقعها المؤلم وأثارها المدمرة نشهد اليوم في فلسطين أحداث مأساوية وانتهاكات وحشية بحق المدنيين العزل نتيجة التصعيد المستمر للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية وخرقها للقوانين الدولية والقيم الإنسانية المشتركة